السلام عليكم حبايبي. عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير وسحة وسعادة دايما يا رب. معكم ياسمين نازمي من قناة جوري كروشي. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض ده. انا اعملته من غير فيديو واشان كنت مستعجلة عليه. اه بس اللي شجعني ان انا اعمل فيديو ان في بناك كتير جدا طلبوا مني على الفيسبوك وعايزين فيديو خطوة بخطوة. اه وانا بصراحة مقدرش اتاخر عنكم ابدا. اه هعمل ان شاء الله النهاردة ده انا عاملها مقاس عشر سنين. انا هعمله مقاس خمس سنين. نفس الخطوات بالزبط وهقول لكم برضو ده ابتديت بايه? والكلة الاولانية دي كام غرزة وهنشوف ان شاء الله مع بعض هننفزه ازاي? انا هورهه لكم. هو شكله حلو جدا ورقيق. اه وفي نفس الوقت كأنك جايبة من برا مش مش عاملية دويه. هو تشتيبه كمان حلو جدا. اه انا عاملية بغرزة عمود بلفة خلص معايا بسرعة جدا. اه وشكله حلو وتشتيبه حلو اوي هيعجبكم. وعمل الكم بغرزة مختلفة. اه شكلها حلو وتشتيبه حلو زي ما انتم شايفين. دي القفلة بتاعته مش باينة خالص. دي الكولة بتاعتهم برضو قفلتها حلوة جدا من ورا مش باينة خالص ان هو انا استركب له التكت بس وكأنك شرياة من محل. اه وقادي القفلة بتاعتنا اللي احنا بنقفل فيها منزلقة. حلوة جدا مش باينة. اه تعالوا نشوفه ان شاء الله نعمله ازاي مع بعض. اه انا برضو الفراشة دي. عاملها هعمل لها ان شاء الله عاملها لها فيديو هنزله لوحده عشان اه ننجز وقت ما تفضلش تدوري في الفيديو على الفراشة. انا عاملها بخيوط ديفا. ان شاء الله نعملها مع بعض. اه تعالوا نشوف اه هنعمله ازاي مع بعض. بسم الله. هنجيب اول حاجة لازم تجيبي ورا وقلم علشان انا طبعا بنسى بنسى بسرعة جدا. فلي بينسى داي لازم يجيب ورا وقلم عشان يمشي الخطوات مزبوطة. انا عملت البلوفر ده مقاس عشر سنوات. اه عملته اول حاجة اه مية مية تمانية وتمانين سلسلة. انت بتغذي. انا هقول لكم ان انت عايزة تغذي مقاس اه اي تعملي مقاس لك لنفسك لابنك لأي حد بتغذي مقاس دوران الراس وتعملي على اده عدد سلاسل. العدد سلاسل دول بتزودي عليهم اربع سلاسل بتوع اه سلسلة في كل اتجاه اللي هتخلي البلوفر يكبر معاكي. تمام? انا طلع معي مية تمانية وتمانين سلسلة. زودت عليهم اربعة. بقى معي مية تنين وعشرين سلسلة. تمام? اه 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 برحتك انت بتقسمهم زي ما انت عايزة. عايزة تقسمهم على مستطيل بتعملي اه اه بتقسمهم على تلاتة. بتضرب المية تمانية وتمانين في تلاتة. انا انت عايزة اللي سن عشر سنوات بتمشي القطوات دي بالزبط هيطلع معاكي زي اللي في الفيديو اللي في الصورة اللي انا وردها لكل اول بالزبط. تمام? هتعملي ستة وتلاتين من الامام وستة وتلاتين من الخلف والقمام بتعملي تاتة وعشرين وتلاتة وعشرين وكل اتجاه فيه غرزة بتتزايت فيها تلات سلسل. تمام? النهاردة ان شاء الله هنعمله مقاس خمس سنين. انا خدت المقاس وطلعت معايا ستة وتسعين سلسلة. هنقسمهم على التلاتة هيطلع معايا اتنين وتلاتين سلسلة. تمام? اه اتنين وتلاتين سلسلة. انا ستة وتلاتين دول هزود عليهم اربع سلاسل بتوع الجناب هيبقى معايا آآ مية سلسلة. هشتغل بابرة مقاس تلاتة ونص عشان انا عايزة لغرزة ديقة. وهنشتغل بخيط هيملايا طبعا الخيط اللون آآ دا يرجع لك. الخيط المهم تكون بس ابرة مناسبة لي. ان شاء الله هنشتغل آآ زي ما قلتلك بتاخد مقاس دوران الروس وبتعمل عليها عدد سلاسل آآ وبيحبز يعني يكون هو عدد زوجي وتزودي عليه اربع سلاسل آآ ولو زيد معاك سلسلة يعني مسلا نتلع معاك سبعة وتسعين. يابت نقصي سلسلة تخليهم ستة وتسعين. يابت تزودي سلسلة تخليهم تمانية وتسعين. يحستحسن عشان الكم بيحتاج غرزة زوجي. تمام? احنا هنعمل ستة وتسعين سلسلة على التلاتة. آآ هيبقى معانا اتنين وتلاتين في الامام. وهنعمل زيهم اتنين وتلاتين في الخلف. آآ والعلامة دي هنعمل بها عشان دي اللي هنبتدي ونقفل فيها. تمام? آآ هنقسم الاتنين وتلاتين دي على اتنين. هيبقى عشان القمام. هيبقى معانا ستاشر في الكم ده. وستاشر في الكم ده. تمام? وفي كل الاتجاه هنعمل آآ واحد. ادي ستاشر لكم ده وستاشر لكم ده. والاربعة اللي احنا زودناهم بنزودهم في الزوايا هيبقى معانا مية سلسلة. تمام? آآ ده الطرف اللي احنا بنقفل فيه. فمش هنعمل من هنا اتنين وتلاتين سلسلة. انا عملت هنا تمنتاشر وهنا تمنتاشر. آآ هنا في الجنب ده في تمنتاشر وفي الجنب ده تمنتاشر. وفي الامام عملت ستة وتلاتين مرة واحدة. لكن احنا بنبتدي بداية البلوفر من الضهر. مش من الامام. علشان الافلة دي ما تبقاش من قدام. تمام? فبرضو في آآ في اللي احنا هننفزه النهاردة هنبتدي الضهر من ورا هنبتدي. هنقسم اللي اتنين وتلاتين على اللي اتنين. هيطلع معانا ستاشر هنا. وستاشر هنا. اصف انا كاتبة ستة بس هي ستاشر وستاشر. تمام? والاربع زوايج. اربع زوايج هنزود في كل غرزة سلسلة. آآ يعني احنا هنزود على ستة وتسعين اربعة بتوع كل الاتجاهات. وكل سلسلة بالاتجاهات دي بنزود بنعمل فيها تزايد تلات سلاسل في كل زاوية عشان البلوفر يكبر معنا ويوسع معاكي. تمام? هنا هنا كل غرزة زي ما قلنا كل زاوية فيها غرزة اللي احنا هنتزايد فيها. تمام? كده احنا هنشتغل مية سلسلة لعمر خمس سنوات وست سنوات. ممكن يعني يوصل معكي ست سنوات تكتولي الكوم وتطولي طول البلوفر بتاعنا. خلاص تمام? ان شاء الله تعالوا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. انا عملت المية سلسلة. تحاولي ان انت تمشي المية سلسلة دولة تقفليهم قفلة مزبوطة. يعني نمشيهم مع بعض كده. هتمسكي السلسلة كده ما تبقاش معوجة منك عشان ما توربش منك في نص الشغل. في اخر الشغل. بتمشي كده بالطول بتبقي زبطة سلسلة. ودخلي تحت الحلقتين اللي انت ابتدتي منهم. خلي لازم يبقى الحلقتين معاكي كده على الابرة. عشان ما تطلق بطيش. تمام? وبتعملي منزلقة. ادي هنعمل غرزة منزلقة. وهنرتفع اتنين سلسلة. الجزء ده كله احنا هنعمله غرزة آآ نص عمود. احنا اول حاجة هنعمل الستاشر بتوع الضهر. احنا بنبتدي من الضهر زي ما قلت. ونرجع نعمل الكم ونرجع الامام والكم ونرجع نقفل في الضهر تاني. خلاص احنا كده هنعمل ستاشر سلسلة بتوع الضهر من وراء. اللي هو نص الضهر. هنعمل هنرتفع سلسلتين. ده ارتفاع النص عمود. وهنعمل ستاشر سلسلة ستاشر غرزة نص عمود. ايدي اول نص عمود. ودي تاني نص عمود. هكمل السبتاشر وارجع لكم. انا كده عملت ستاشر نص عمود. تمام ستاشر مش خمستاشر ستاشر والسبعتاشر اللي هعمل فيها التزايد. انا بس بوضح للناس اللي لسه بتبتدي وهتعمل معايا. آآ ادي دي السبعتاشر هنعمل فيها تلات غرز تزايد. هنعمل فيها تلاتة نص عمود. ادي اول نص عمود. وفي نفس المكان هنعمل نص عمود. زي ما قلنا التاني نص عمود ده اللي بنتزايد فيه. فاول ما تخلصي على طول عشان ما تنسيش او تطلع بدي. رحي حط في الماركر على طول. احنا لسه فضلنا عمود تزايد. بس عشو ما تطلع بديش انهي غرزة للناس اللي لسه بتبتدي. هنعمل تالت غرزة تزايد نص عمود. بس احنا هعطينا الماركر عشان ما ننسيش. احنا بنتزايد في تاني سلسلة. خلاص احنا كده عملنا السبتاشر. وعملنا التزايد هنعمل السبتاشر بتوع الكم. هنعمل سبتاشر برزة نص عمود. هدي اول نص عمود. تاني نص عمود. هعمل اكمل السبتاشر وارجع لكم. انا كده عملت سبتاشر ورجعت عملت التزايد. عشان اختصر عليكم الوقت. عملت الكم وعملت آآ كده انا خلاص عملت ستاشر وعملت التزايد بتاع الكمة التاني. وعملت الامام. انا هوريكم دلوقتي. انا كده خلاص عملت الستاشر. انا عملت اتنين وتلاتين بتوعه الامام. حبيت اختصر علشان خطر ما اطولش عليكم. عملت اتنين وتلاتين. كده فضل لنا تلات آآ غرز اللي هي التزايد بتاع الجنب بتاع بعد ما عملت الامام هتعملي التلاتة التزايد. فهادي تاني غرزة نص عمود تزايد. هنحط فيها المركر وهناعمل تالت غرزة نص عمود. هنرجع نعمل بقى كمة تاني. انا حبيت اختصر بس عشان ما اطولش الفيديو عليكم. هنعمل الستاشر بتوع الكمة التاني. تمام? هخلصهم وارجع لكم. انا كده خلاص خلصت الكمة التاني. تمام? هعمل بقى التلات تزايد البقين. ده اخر تزايد معنا. هنعمل عملت ستاشر الغرزة السبعتاشر هنعمل فيها آآ نص عمود علشان نرجع نكمل الظهر بتاع البلوفر. احنا كده نعمل تزايد ويبقى معنا اخر ستاشر آآ عشان نكمل اتنين وتلاتين بتوع الظهر. تمام? ادي اول نص عمود. ادي اول نص عمود. وادي تاني نص عمود. طبعا ده هنحط فيه التزايد. هنحط فيه عشان ما تتلعبتيش. وهنعمل تالت نص عمود. كده احنا خلاص ده اخر التزايد معنا. هنرجع بقى نعمل ستاشر نص عمود لاخرانيين عشان نكمل الظهر يبقى اتنين وتلاتين. انا هعملهم وارجع لكم. كده خلاص انا خلصت بقى الظهر اتنين وتلاتين وفي الامام اتنين وتلاتين. والكم ده ستاشر والكم ده ستاشر. واربعة تزايدنا فيه. هنقفل بغرزة منزلكة. هنسيب اول سلسلة والتاني سلسلة وهنقفل في الغرزة اللي فوق. كده ادي هنعمل فيها غرزة منزلكة. تمام? ادي غرزة منزلكة. خلاص كده. هنرتفع سلسلتين. خلاص. احنا نشتغل بعد كده غرزة عمود بلفة. مش هنشتغل نص عمود. هنشتغل في نفس المكان. اللي عملنا اول سلسلة معنا هنشتغل فيها غرزة عمود بلف. اول سلسلة تقابلنا. مش هنسيب سلاسل. احنا اول سلسلة بتقابلنا بنشتغل فيها غرزة عمود بلف. ادي تاني عمود بلفة. وادي تالت عمود بلفة. هكمل لحد المركر وارجع لكم. انا كده خلاص اخر غرزة معي اللي هي فيها العلامة. هشلها. وهشتغل فيها تلاتة تزايد. ادي واحد. تاني واحدة هنعملها على طول. ونحط المركر عشان ما ننسيش. ادي التاني هنعمل هنحط المركر بتاعنا. ونعمل التالت في نفس المكان. ادي تالت تزايد. هنا انا عايزة اعمل الكمة بغرزة مختلفة. مش عايزة اعمله بغرزة. انت عايزة تعمليه بغرزة العمود تمام. ما فيش مشكلة. انا عايزة اعمله بغرزة مختلفة. عايزة اعمله بغرزة الفي. عشان بس يدي شكل حلو. آآ هو شكله جميل. انا حباب الشكل ده. انت عايزة تعمل ليه عمود بلفة ما فيش مشكلة. انا هعمله ازاي غرزة الفي. هنسيب اول سلسلة تقابلنا. وهنشتغل في تاني سلسلة عمود بلفة. ادي غرزة عمود بلفة. وهنرتفع سلسلة. وهنشتغل في نفس المكان عمود بلفة. طبعا اللي عارف غرزة الفي انا بس بشرحها للي مش عارف. خلاص هنشتغل في الحلقة اللي بعديها. هنشتغل الفي اللي بعدها ازاي هنسيب حلقة وندخل في الحلقة اللي بعدها نعمل عمود بلفة ونرتفع سلسلة وعمود بلفة في نفس المكان وبعد كده هنسيب سلسلة تحت هنسيب حلقة من اللي تحت هنسيب حلقة من اللي تحت من ندخل هنسيب اول حلقة وندخل في الحلقة اللي بعدها لطول تمام مش هندقل في اول حلقة لأ بنسيب حلقة وندخل في الحلقة اللي تحته اللي بعديه على طول ونعمل غرزة عمود بلفة وهنرتفع سلسلة ونعمل غرزة عمود بلفة تاني في نفس المكان عشان نعمل حرف الفي تمام هو بقى بالشكل ده لسه مش واضح حيبان اكتر لما نخلص اخلص وارجع لكم تمام انا كده خلاص خلصت الستاشر كلما عملت عليهم آآ غرزة عمود بلفة سوري اللي هو الكمة عمتان واكيد تزايد لما تزايدنا احنا وصلنا للعلامة التانية خلاص كده انا مش هعمل عمود بلفة تاني امش هعمل غرزة في تاني انا هكمل عمود بلفة وده التزايد بتاعنا ده تاني عمود هنحط في الماركر شان ما ننساش ونرجع نعمل تيل التزايد كده احنا قدامنا الامام البلوفر من قدام اللي هما الاتنين وتلاتين سلسلة اكيد تزايدنا واحد من هنا واحد من هنا بقى اربعة وتلاتين هكملهم عمود بلفة وارجع لحد العلامة وارجع لكم. تمام? هتعملي هنا التزايد. وبعدك هترجع تعملي نفس اللي احنا عملناه ال V هنا. انا هرجع لحد لحد الماركر وارجع لكم. تمام كده انا عملت لحد الماركر وتزايد خلاص. نفس التزايد الطبيعي وتاني عمود بنحط فيه آآ الماركر آآ وهنرجع نعمل ال V برضو انا عايزة اوضحها بس للناس اللي لسه مش عارفاها نسيب اول سلسلة وندخل في تاني سلسلة هنعمل عمود بلفة ونرتفع سلسلة وفي نفس المكان بنعمل عمود بلفة في نفس الغرزة اللي احنا عملنا فيها. وهنسيب سلسلة من تحت وندخل في تاني سلسلة نعمل عمود بلفة سلسلة عمود بلفة. نسيب اول واحدة وندخل في تاني واحدة نعمل عمود بلفة سلسلة عمود بلفة في نفس المكان. دي غرزة بس سهل جدا وان شاء الله يخلص معكم بسرعة آآ مش هيخد معكم وقت هنعمل عمود بلفة سلسلة عمود بلفة في نفس المكان وسيب سلسلة ونعمل عمود بلفة سلسلة عمود بلفة خلاص كده هنخلص حرف الجزء اللي هو الكم وهنرجع نعمل آآ هنرجع لحد انا كده خلاص خلصت آآ عملت كله بغرزة زي ما زي ما احنا ماشيين عملت آآ الكم التاني عمود بلفة وخلاص خلصت كده هنرجع هقول لكم نكمل ايه هنرتفع سلسلتين انا عفلت بمنزلكة هنرتفع سلسلتين وهرجع اعمل عمود بلفة لحد ما نخلص ده نص الظهر احنا كده بنتبدي من نص الظهر خلص لحد العلامة وارجع لكم هنعمل بس عزوريك الفي بتعمل ازاي خلاص كده انا خلصت عملت الحد العلامة وعملت التزايد عايز اعرفكم ازاي بنعمل في غرزة الفي بنشتغل عليها ازاي هنشتغل جو حرف الفي مش هنشتغل في السلاسل دي احنا هنشتغل جو حرف الفي اول سلسلة دي هنعملها غرزة عمود بلفة لما فيش سلسلتين يبقى اول سلسلة لازم نعمل عمود بلفة تمام مش هنشتغل بقى خلاص تحت السلاسل كده لأ احنا هنشتغل جوه العمود ذات نفسه تمام هناخد عمود بلفة جوه حرف الفي هندخل مش تحت سلاسل احنا بندخل جوه حرف الفي السابعة اللي انت شايفها دي بندخل جواها ناخد عمود بلفة سلسلة وفي نفس الفي دي برضو بناخد عمود بلفة في نفس المكان اللي بعديها هنخش برضو جوه حرف الفي كل حرف الفي كل سبعة من اللي انت شايفها دي بندخل جواها مش بندخل تحت الحلقتين احنا بندخل جوه حرف الفي عشان بس تبقى واضحة للناس اللي لسه مش عارفة غرزة الفي بتتعمل ازاي بتخش جوه حرف الفي السبعة دي بتدخلي جوها تمام يا ربي بس تكون واضحة هدي حرف الفي اهو كل حرف في من ده بندخل جوها نعمل عمود بلفة سلسلة عمود بلفة في نفس المكان انا خلاص واشتغلت كمان غرزة آآ عمود بلفة من قدام عايزة ارجع بس اوريكو برضو غرزة الفي الاتجاه التاني انا بحاول اختصر عليكو عشان هو سهل جدا وبسيط بس بحب اختصر علشان ما تملوش والفيديو يبقى طويل عليكو آآ ولازم تاخدي بالك الخيط ما يبقاش ما يتنتش منك علشان بيبقاش شكل وحش جدا انا ده التزايد ده كده اول تزايد وده تاني تزايد نحط في العلامة وهنعمل تالي التزايد في نفس المكان برضو ما ننساش انا وانا بعمله نسيت تزايد واكتشفته بعد اللفة التانية وطبعا فكيت كله رجعت اعمل هنشتغل جوه حرف الفي سيب اول سلسلة دي هنعمل اول سلسلة دي هنسيبها ونخش جوه حرف الفي نعمل عمود بلفة بصق هنا في سلسلتين لو خدت السلسلتين كده سيبتيهم كده هيبقى في فراغ كبير جدا لكن اول سلسلة دي بتعملي عمود بلفة عشان الدور اللي بعده تعملي تاني حرف في ويوسع معاك هتعملي عمود بلفة وتسيب السلسلة وبعدها الفي فهتعملي جوه الفي برضو في هتعملي جوه حرف الفي هتعملي عمود بلفة سلسلة عمود بلفة هدي عمود بلفة نرتفع سلسلة وهنعمل عمود بلفة يا جماعة انا بكرر تاني انا بكرر كتير عشان الناس المبتدئة انا كل اللي بيتابعوني بيقوا ناس مبتدئين فطبعا المحترفة دي اه انتي بروفو عليكي بس في ناس مبتدئة بتبقى عايزة حد يكرر له تاني بدل ما ترجع تعيد الفيديو اه انا قلتلكم الخيط ما ينفعش يتنتش منك كده لانه بيتنتش مني فممكن تكسلي لأ ما تكسلش شان ده ممكن يبوز لك المنظر ولو دي تقطعت هينسر البلوفر كله فلازم تفكي وتدخلي الابرة كويس جدا جوه الخيط وحرف الفي ده تتأكدي بعد ما تخلص يستطر كله تتأكدي انه هم عدد مزبوط ما فيش ما ما نستيش تعملي حرف في ممكن تنسي تعملي تروح اعمل عمود بلفة واحد بس كزا مرة عملتها ورجعت بعد ما وصلت لها تاني ارجع افك تمام انا كده خلاص عملت الفي ورجعت عملت بقية الظهر آآ كده خلاص آآ هنرتفع بقى هنقفل بمنزلقة هو كده خلاص هنسيب اول سلسلة والتاني سلسلة وندخل في السلسلة اللي فوق انا مش عايز اطور عليكم الفيديو انتو كده هتكرروا نفس التكرار هتمشي نص الظهر وتعملي الكم وترجع تعملي من قدام وتعملي الكم التاني بتتزايد طبعا في كل مركر انت عاملها بتعملي تلاتة تزايد سيما قلت بتعملي نص الظهر وتتزايد وترجع تعملي الكم وتتزايد حرف الفي طبعا وما تنسيش الفي وتعملي من قدام وتفضلي نفس نفس السيناريو كده تكملي تكملي لحد ما يوصل معاك على مقاس البنت آآ انا كده خلاص كملت انا اوصل معايا بالشكل ده اعملت بالطول ده على مقاس بنتي هنعد مع بعض انا عملت خمستاشر دور في البلوفر ده انا عاملة خمستاشر دور آآ عمود بلفة تمام مشينا زي ما مشينا انا وانتم مع بعض فادلت ماشي نفس النظام لحد ما وصلت خمستاشر دور آآ البلوفر التاني انا هقول لكم انا كنت عاملة فيه كم دور انا كنت عاملة فيه تمامتاشر دور آآ ده الظهر من وراء بصوا مقفول افلة حلوة جدا آآ ودي الكمام حرف الفي زي ما قلتلكم لازم تتأكدي من حرف الفي انه كله بعد ما تقلصت دور لازم تبصتي وترجع عليهم تاني عشان ما ترجع انا برجع افك اللفة كلها خبدي صعب عليك جدا فانت لازم تتأكدي من كل مرة انك تعملي فيها ان الحرف الفي كل الكمة مزبوط تبصت تعدي كده وتلاقيه مزبوط وتعديهم كل تعدي الاتجاه ده والاتجاه التاني عشان تشفيهم قد بعض تمام انا عدي معاكم ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر بعتاشر خمستاشر ادي ستاشر آآ غرزة في نعد الاتجاه التاني سوا ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر بعتاشر خمستاشر ستاشر آآ غرزة في فلازم يبقى قد بعض عشان ده لكم لو تلاقي واحد داية او واحد وسه هيبقوا ملحوظين جدا فلازم تتأكدي زي ما قلتلك آآ من كل غرزة في عملتها ان مش غرزة مفرد مش عام قد بلفة واحد بس انا عملتها وتلغبطت طبعا ورجعت فكت وكررت من تاني فتتأكدي كل مرة تتأكدي فيها هو شكله لطيف قوي آآ انا عملت آآ ده آآ لسن اربع سنين او خمس سنين حد ست سنين بتطول براحتك عملت دوت لسن عشر سنين آآ لسه طبعا الكولة هعدي لكم انا عملت كام عمود ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر ده عملت تمنتاشر دور تزايد احنا بعد كده هنوقف التزايد ونكمل بقية البلوفر تمام انا بس عملت ده عشان خاطر الناس اللي طلبتوا مني آآ ترجع تكمل معي يعني يا بالما تكون عملت ده كنا ان شاء الله نزلت الفيديو التاني ونكمله مع بعض ده مقاس خمس سنين عملت خمستاشر آآ الكبير مقاس عشر سنين عملت تمنتاشر بس طبعا ابتديت هنا بمية سلسلة في الصغير التاني عملت مية اتنين وعشرين سلسلة ان شاء الله تنفزوه آآ وتقولولي رأيكم آآ وان شاء الله انتظروا الفيديو الجديد انا هكمل في خلصوا انتو ده اكون انا بازن الله عملت الفيديو الجديد وارجع لكم ان شاء الله